النهاردة عندنا فقرات كتيرة جدا إقاع الحلقة النهاردة هيكون سريع جدا لأنه عندنا مجموعة أخبار مهمة قوي وحاجات متعلقة بالصحة وبالتعليم وحاجات متعلقة يعني بمناح كتيرة جدا في حياتنا لكن أهم حاجة دايما دايما حتى وإحنا بنجهز لحلقاتنا كل يوم ولقاءنا في هذا الصباح مع حضراتكم هو أن إحنا دايما نركز في أنه إزاي نستغل كل دقيقة في هذا الصباح استغلال الوقت يا همام مهم في حياتنا كلها دايما الأوائل من العرب بيقول الوقت كالسيف إلا تقطعه وقطعك دي مش مجرد مقول إحنا حفظينها وإحنا دايما كنا بنقراها في مجلدات الكتب في أيام الدراسة لكن دي كل ما نكبر أو كل ما العمر يتقدم هنعرف قد إيه دي حكمة مهمة ودي مقولة مهمة جدا لازم كل ثانية إحنا بنعيشها لازم نوظفها بشكل صحيح لازم نستفيد منها لازم نتعلم منها إما فكرة جديدة إما حرفة جديدة إما مهارة جديدة لازم نتعلم لازم نستفيد من كل دقيقة من كل ثانية موجودة إحنا بنعيشها الواحد ساعات بتصعب عليه فعلا لما بيفتكر كده بيرجع بالذكرة لسنوات وراء وبيحس إنه فيه وقت كتير قوي ضيعه على الفاضي يعني لا تقول إن كان ممكن أستغل الفترة دي فإن أنا أعمل كذا زي ما همام بيقول أسقل مهارة أتعلم لغة جديدة أتعلم حاجة جديدة بس أنا عايز أقول لحضراتكم بقى على حاجة والهمام على حاجة إنه أحيانا حتى مثلا لما عندك يوم أجازة أو عطلة نهاية الأسبوع الويكيند مش لازم اللي هو إحنا يعني مش بنتكلم إن إحنا بقى مسكين الساعة في إيدينا وكل دقيقة أنت الرسم جدول وعملت إيه لأ بس بنتكلم إنه ما تخليش في المجمل يومك يعدي من غير ما تحس إنك أنجزت في حاجة يعني إلى جانب ساعات العمل الرسمية بتاعتك اللي هي كده كده هتشتغل فيها لأنه ده شغلك وأكل عيشك ورزقك لكن كمان في الأوقات العادية حاول تعمل حاجات تضيف لحياتك لكن اللي عايز أقوله إنه ساعات حتى فكرة الاسترخاء والراحة والنوم ده كمان استغلال جيد ومثالي للوقت يعني أحيانا يا همام بتيجي بتوصل بقى أنت المسألة لآخر الأسبوع أو يوم أجازتك بتلاقي نفسك تلت ربع اليوم مريح عكنا بقى أو نايم نوم عميق ده مش غلط مايفعش الضميرك بقى يقنبك هنا وتقول أنا ضيعت اليوم لا لأنه جسمك بيبقى العصاب والجسمك طول الأسبوع طبعا سترس وبتنزل وتطلع بتعمل ضغط كتير قوي فساعات بتبقى محتاجة يوم تفصل فيه وتنام تحس لهو زي ما بنقول كده إيه بتعود جسمك عن تعب الأسبوع كونه صحيح مش لما احنا بنقول يا منا إن لازم نستفيد من كل دي أو من وقتنا بشكل عام أو من يومنا أو على مدار اليوم مش معنى ده إن إحنا طول الوقت لازم إما نتعلم حاجة أو إحنا نسقل زي ما منا بتقول نسقل الموهبة أو نسقل المهارة لكن فكرة الترفيه أظن إنها مهمة وضرورية لبناء الإنسان شخصية الإنسان فكرة إن إحنا نستخدم وقتنا مش بس نستخدمه في حاجة تفيدنا بشكل مباشر على قد ما إحنا نعرف ندير وقتنا نعرف ندير اليوم بتاعنا زي ما منا بتقول برضو فكرة الاسترخاء دي حاجة مهمة وأساسية وحاجة طبيعية أظن ما بش حد هيقدر يواصل يومه يواصل الأسبوع يواصل حياته الاجتماعية وحياته العامة وحياته العملية إلا ما يسترخي إلا ما ينام شوية إما ما يعد مع نفسه شوية يرتاح شوية الأكل بيأخذ وقت من يومنا الاسترخاء بيأخذ وقت من يومنا وأيضا لابد للترفيه أن يأخذ وقت من يومنا بس طبعا كل حاجة بمقدار ما ينفعش نزود في وقت حاجة معينة عن وقت حاجة تانية دي اسمها إدارة الوقتة منه ومش عارف أنت متفق معاه في قصة دي ولا في موضوع الترفيه إحنا دايما أول حاجة بتتبادر إلا أذهلنا ما نقول نستفيد من وقتنا نحن لازم نتعلم حاجة جديدة ده مهم وده ضروري وده أساسي في حياتنا لكن في المقابل لازم نستغل وقتنا في نحن نرفع نرفع عن نفسنا بحيث أن نحن في الأوقات التانية نعرف نقدي فيها زي ما نقدي برضو أنت عارف أن إدارة الوقت جاية والله 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 سبحان الله يا رب الشباب بنقرأ أفكار بعض كلنا أنا لسه ببص الهمام وأقول له أنت قلت حاجة مهمة جدا المصطلح إدارة الوقت اللي هو بيسموه تايم مانجمنت ده دي مادة أساسية دلوقتي بتدرس على شكل مثلا كورسات أو على شكل كورسات طبعا وبيتاخد فيها شهادات يعني يقول لك مثلا سرتيفكت أوف تايم مانجمنت أو شهادة إدارة الوقت ومادة أساسية بقى ومهمة كمان جدا بتدرس في الماجستير والدكتوراه لإدارة الأعمال من يدرس إدارة أعمال لأن إدارة الوقت دي بيقول لك أنت عمرك ما هتبقى مدير ناجح أو قائد ناجح طبعا حضراتكم عارفين في فرق بين المدير والقائد طبعا قيادة والإدارة عمرك ما هتبقى لا مدير ناجح ولا قائد ناجح لو ما كانش عندك استغلال للوقت حسن استغلال الوقت ده بيسموه سنس كده أو يعني أن أنت تبقى عارف إزاي تنظم وقتك حتى لو زي ما بنقول مش مسألة ورق أو قلم وتعمل جدول ستريكت قوي لازم تمشي عليه لا بس تبقى عارف أنت النهاردة عايز أنت وفريق العمل معك تطلعوا بإيه أو أنت وأسرتك النهاردة عايزين تنجزوا إيه في المجمل ففكرة إدارة الوقت دي بقى علم دلوقتي وبيدرس في الجماعات ومهم جدا وبيدعملوش هداية كمان صحيح مش بس إدارة الوقت زي ما احنا قلنا في البداية وإدارة الغضب وإدارة أكل حلوة المولد من غير ما ندخن فيه إدارات كتيرة لا دا مديرة زي ما احنا قلنا مش بالضرورة يكون إدارة الوقت كلها حاجات جدية وحاجات هامة وحاجات لازم نعملها أو زي ما احنا بنقرأها في الكتب يا منا لكن إن احنا نرفع نفسنا ونحنا نرتاح دي حاجة أساسية وحاجة مهمة صحيح أنا عندي سؤال يا منا أنت هل مقدار الكتب أو مقدار القراءة بشكل عام اللي انت بتقريها الأيام دي هل دا مساوي وموازي اللي كنت بتعمليه قبل كده قبل الانترنت والسوشال ميديا سؤالك مهم جدا وهو سؤال عام صح؟ لو أنا فهمة صح لا بصفة عامة أكيد أغلبنا كان قبل السوشال ميديا وقبل الانترنت كان بيقرأ في الكتب نفسها أكتر أو الجرائد أو كده أكتر دي حاجة في العالم كله بس بالنسبة لي أنا عشان الدراسة فكده كده من أول ما بدأت يعني من سلكت مسلك البحث العلمي من سنين طويلة فأنت مقبرة لازم لأ أنا بحب البحث العلمي أحب إرائيك البحث العلمي دا يرتبط بشكل وثيق بإدارة الوقت إحنا طول الوقت بما فيه إحنا إحنا يعني اللي عاديين ومنتكلم ومننصح في بعض الأحيان بنضيع وقت كتير من حياتنا في موضوع السوشال ميديا في مسك التلفونات على اللابتوب إزاي نستخدم السوشال ميديا أظن هو مهم ليه ضرر إحنا مش واخدين بالنا منه في قصة الوقت اللي إحنا بنستغرقه في استخدام السوشال ميديا وفي التواصل الاجتماعي واستخدام النتب بشكل عام مش أنت من شوية لسه قيل إن إدارة الوقت يبقى فيها كمان جزء من الرفاهية ومتفقين إن محدش قيل إن إدارة الوقت لأ مش قصدي مش أنت إحنا لسه بنقول إنه إدارة الوقت يبقى برضو لازم تتدخل عنصر الاسترخاء أو عنصر الرفاهية في حياتك ما يبقاش كل حاجة العلم والدراسة والأخبار الجدة وكده لو إحنا بنطبق الكلام اللي همم بيقوله على وقعنا النهاردة ماشي ما هو أصل هو الترند مثلاً اللي من دول عن الفساتين اللي كانت موجودة مثلاً في إحدى المهرجانات أو في مهرجان فني كبير مثلاً تمام ما هو غصب عني حبق برضو عايز أعرف هو تقال إيه هو الترند إيه هو مين الفرقاء الجامد ومين اللي معرفش إيه ده طبيعي بس اللي همم بيقوله وأنا متطفقة معاه جداً إنه ما نخليش بقى ده الشغل الشاغل في تفكيرنا لأ يعني ناخد من حتة الرفاهية أو الانترتينمنت دي حاجة صغيرة كده ونعرفو نهزر ونتكلم ونبقى مركزين وحرصين إنه وقتك ما يروحش والله الوقت ده ليه تمن كبير قوي بنعرفه لما بنجبر كل ما بنجبر في السن صح والتجارب في الحياة بتسقلنا أكتر وبتدينا يعني بتفرق في شخصياتنا أكتر كل ما بنعرف قد إيه مش عايزة بقى بابلغ يعني بس بجد الساعة في حياتنا اللي بتروح ما بترجعش والدقيقة أو السانية اللي بتعدي ما بترجعش فإن أنا بس ما سيبش نفسي كده عرضة إن أنا أستهلك في قرية الحاجات اللي مش هتفيد في حاجة ومتابعة الحاجات اللي مش هتفيد في حاجة وأبدأ أقارف الأخبار العامة المهمة الشخصيات السلوكيات الحاجات دي كلها مجرد القراءة في حد ذاتها دي حاجة مهمة وبتفتنا في حاجات كتير منها بتحصيل الأفكار ويبقى عندك وجهة نظر ويبقى عندك شخصية شخصية خاصة بيك أنت يعني القراءة في أي مجال القراءة في حد ذاتها حاجة مهمة بغض النظر على المجال اللي انت بتحب تقرأ فيه حتى لو مجرد روايات كنا نحن بنقرأها وإحنا صغيرين سواء البنات كانوا بيقروا روايات عبير وإحنا كنا بنقرأ رجل مستحيل أنا كنت بقرأة مغامرون الخمسة كنت بندمج جدا مع محبه ولوزة ونوسة وعاطف وتختخ وشويش فرقع كنت بعشقه ومحبه ولوزة 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 وكانوا بيعملوا كل سلسلة الألغاز حفظاها حفظاها ده أنا لما كنت ساعت مثلا وانا صغيرة مروح المعادي قعدوا أتخيل أقول إيه تختخ سكن هناك والإسم اللي فيه شويش فرقة حتلاقيه هناك وهو أكيد اسم المعادي وصد تختخ والمغامرون الخمسة دي فايدة وميزة من ميزة إراية القصص والروايات إنه بيوسع بيوسع المدارك وخيالي بيوسع الخيالك وأظن إحنا بنفتقده بالنسبة لأطفالنا الأيام دي موضوع الجيمز وموضوع اللابتوب وموضوع الموبايلات يعني فيه حاجات كتيرة فيه سلوكيات أظن إنها لازم تتصلح نبدأ بنفسنا على الأقل يعني إحنا لازم نصلح من السلوكيات آه طبعا عايز أقولك على حاجة أنا مش قادر أنا بقى بنتكلم على الوقت وبنشجع بعض وبنفكر بعض بأهمية إن إحنا بجد نستغل الوقت في حياتنا صح وبشكل إيجابي وزي ما بنقول حتى الرفاهية وحتى عنصر الترفيه وبرضه نخليه بحدود وما يضيعش من وقتنا كتير مش قادرة مربطش الكلام ده باللي كنا بنتكلم فيه لسه من كام يوم مع حضراتكم أنا وهمام ألا وهو إنك تبدأ يومك بدري وبركة وفضل بدء اليوم بدري بنشاط وتاني بفكر حضراتكم وفكر نفسي بحديث أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام بركة أمتي في بكورها نصحة بدري وننوي يا رب اليوم لوجه الله سبحانه وتعالى وإن ربنا يدينا النشاط والحيوية والله بتلاقي حاجات كتيرة قوي تسهلتلك في حياتك بس النوم لغات وقت متأخر والكسل وأبدأ كده يومي على الظهر والعصر وكده ده بيجيب خمول حتى في بقية اليوم وبنسبة اليوم يا منا أنت عندك يوم مفضل في الأسبوع شوف أغلبنا الجمعة بالنسبة له يوم مميز أوي مش بس عشان أجازة عشان كمان بيقى فيه يعني روحانيات وروحانيات طبعا قرأت صلات الجمعة طبعا وقرأت صلات الكهف وكفرة الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا بها طول الوقت وفي أي وقت لكن دايما بنوصي بعض بيها يوم الجمعة يعني بمناسبة سوشال ميديا لو لو يعني يعني عشان برضو نقول ما لها وما عليها يعني لما تيجي الجمعة مثلا أو حتى من الخميس بالليل تفتح فيسبوك سريعا كده على طول تلاقي بنفكر بعض كلنا أو جروبات العيلة على وصف بنفكر بعض أكثر من الصلاة على سيد النبي عليه الصلاة والسلام فالجمعة طبعا عشان روحانياته بيبقى يوم مميز جدا بس هو أي يوم أجازة طبعا يوم محبب إلى قلوب نجم أنا ممكن مختلف ليه أظن إنما يعني لما كنت في المدرسة كنت بحيث أن التلات ده بداية النص التاني من الأسبوع اللي هو الأسبوع هيخلص فكنت بحبه التلات والأربع تحديدا بيكون الأربع لا التلات والأربع اللي هو نهاية بقى التلات وبداية الأربع ده مميز بالنسبة لي ولسه كنت بتكلم مع أحد الأصدقاء يعني من كام يوم في موضوع أن أنا ما كنتش بحب وقت نهاية العصرية وبداية المغربية بداية بقى المذاكرة والنوم أنا مكنش بحب الفترة دي خلص من اليوم لكن لحد العصر الموضوع تمام بالنسبة أنا من أنصار مبدأ كل أيام ربنا أيام جميلة وكل الأوقات والثواني أيام جميلة يا رب بس دايما ربنا يطرح علينا البركة والخير فيها ونعرف نستغلها ونعرف نستغل الله إن شاء الله